برحب ديفي الموجود معي في الستوديو الدكتور أمجد جبر استشارة طب النفسي أهلا بيك يا دكتور النهار ده بنيتكلم على العلاقات المؤزية وما أكثرهم حوالينا ويمكن كمان السوشيال ميديا بينتهم أكتر أنا دلوقتي في علاقة بتأذيني أعرف إزاي أن أنا مرتبطة بشخص مؤزي طيب هي البداية إيه الدافع لنا خلينا استمر في علاقة نحس أن هي مؤزية أو علاقة غير صحية بالنسبة لي بحبه تدفع الدقيه عشان تحبي وتتحبي تدفع الدقيه أدفع الدقيه ده سؤال صعب يعني يعني إيه يعني الحب الحاجة للحب دي حاجة أساسية أو حاجة بيسموها البزيك نيز هي موجودة أصلا درجة عند كل إنسان كل إنسان بيبحث عن الحب الحاجة للحب إنه هو يحب ويتحب فده الدفع والمحرك عند تجاه أو سلوك أي إنسان بيخليها استمر في علاقة هو شايف إن هي حتى أحيانا تكون علاقة غير صحية اللي إن هي بتلبي له احتياج موجود عنده وده اللي بيدفع ناس كتير إن هي بالعقل عارفة إن العلاقة ما تنفعش لكن هو مكمل فيها علشان لحظة المشاعر اللي بياخدها فبيكمل في العلاقة رغم إنه هو شايف مساوئها أو عيوبها أكتر بكتير هم